قالوا أيضا هل يكفي هل يشترط تعيين النية في الصوم يعني أو عموما يعني بمعنى هل يجب علي أن أقول هذا صيام فريضة أو صيام رمضان أو صيام نافلة أو صيام قضاء أو صيام أحدد العمل هذا رأي الإمام مالك قال لابد من تحديد العمل تحدد هذا رمضان هذا كفارة هذا نذرة هذا كذا والأحناف لم يشترتوا تحديد النية وقالوا يجوز إطلاق النية يجوز إطلاق النية ولهم وجاها في قولهم بالنسبة للأحناف قالوا لأنك تصوم في رمضان فأنت لا تحتاج إلى تحديد هل هو فرض أو نافلة فصيام رمضان فريض فأنت لا تحتاج إلى تحديد النية فيه ولذلك قد يقبل كلام المالكية في غير رمضان لابد من تحديد النية لأنك لا تصوم في رمضان نافلة ولا تصنف رمضان قضاءً ولا تصنف رمضان كفارات رمضان ليس فيه إلا الصيام المفروض فوعلى كل الأمر سهل كما سنذكر بعد إن شاء الله تبارك وتعالى